دكتور وسيم السيسي أهلاً وسهلاً بحضر الله عنه أهلاً وسهلاً بك يا دكتورة دورية وأنا الحقيقة يعني حطرح نفس التساؤل اللي قلت في هذه المقدمة أنت طبيب عاشق للتاريخ أم مؤرخ اتجهت إلى الطب أنا طبعاً طبيب أولاً ولكن وقعت في هوا التاريخ منذ أن كنت في الخارج لأسباب يعني كان لابد أن أنا دراست التاريخ لأن أحسست أن هناك تقصير في معرفتنا للتاريخ على وكه العموم ولتاريخنا على وكه الخصوص صوصاً وجدت أجانب يعرفون تاريخ مصر أحسن مني كثيراً فطبعاً اتجهت لهذا وعرفت أن الصفة الوحيدة التي يتصف بها الإنسان هو أنه كان حيزه تاريخ فاتجهت لدراست التاريخ طبعاً التاريخ بشكل نعم أم التاريخ المصري بشكل خاص؟ التاريخ بوجه عام إن جنرال إنما تعمقت في دراست التاريخ المصري إن ده تاريخ بلدي وخصوصاً أنه تاريخ ثري جداً وخصوصاً أنه تواريخ كثيرة أو حضارات كثيرة انبثقت عنه فكان لابد من دراست الأصل حتى نقدر يعني نعرف الفروع ده تاريخ بشكل نعم